موسيقى فطائر لشرب الشاي كيجيوا اكثر من رائعين شوفوا معي كيفاش يكونوا مسفجين من الدخل كيجيوا ما بين السفنج وما بين الفطائر او لا البينيه روعة في المداق والمكونات في المتناول خليكم معي باش نشوفوا المراحل والطريقة ديال تحضير هاد البينيه هادا شوفوا معي كيفاش يكون خاوي من الدخل السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم معي في قناة شيوات سليمة نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي وصفتنا لهذا النهر غادي تكون فطائر لشرب الشاي كيجيوا من اروع ما يكون باليوغورت كيجيوا روعة في المداق نبدأ على بركة الله الطريقة والمقادير في نفس الوقت عندي هنا احبة وحدة ديال البيض هي اللولة بسم الله نضيف لها معلقة كبيرة ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات نضيف لها معلقة كبيرة ديال الزيت زيت نباتية نضيف لها من يطول الزيت نضيف برطوقال نضيف لها من يطول الصغير بسم الله اللي بغايد يدير الفانيك ممكن بما انهم فيهم اليوغورت طبيعي بدون سكر نضيف لها من يطول القشرة البرتوقال نجانسها مع بعض البرتقال نجانسها مع بعض البرتقال نضيف قوصة الملحة علبة الياغورت طبيعي بدون نكهة نضيف العلبة اليوغورت نضيف العلبة بالماء نضيف المكونات كاملة نضيف المكونات بشكل عجين ستجانس دقيق مغرب الخاص بالحلويات خمارة وزن 7 أو 8 قرام ستجانس العجين لا يبقى يلتس قبل يدين نضيف طاولة العمل نسرحه بالمدلك نضيفه بالمدلك نضيفه بالمدلك و نضيفه بالمدلك يكون على هذا الشكل لا يكون شرقق و لا يكون غلط هذا هو السمك نضيفه بالمدلك أو كوب بيتزا يمكن أن يكون غير السكين نضيفه بالمدلك لنضيفه بالمدلك أو بسكين يعني لا نختار شيء طابع نقطع منهم أشكال على هذا الشكل لا نضيفه بالمدلك كيفية ما هي نضيفه بالمدلك في وقت قياسي يكون لدينا الفطائر لشرب الشاي مباشرة نضيفه الزيت سخن و نضيفه مع بعض يادنا هذا الشكل فطائر الزيت تسخن بعدما سخنات نضع مباشرة هذا الفطائر على هذا الشكل سوف نفرغ الزيت فوق منهم وهم يتفخوا مباشرة نقلب ضرورة الأخوات نضع الزيت وهم يتحملوا نقلبك ونضع نخرج قبل الأسلم مباشرة مربعة و نضهن بعدما يطيبوا أو بعدما نقلبهم نضع لغاية و الوزي أخذ إختياري سوف نضع قليلا ممكن يكون كوكاو ممكن نحتفظ بهم غير هكاك على هات الشكل نطلقه ان شاء الله في الشكل نهائي وتيكون هذا هو الشكل نهائي ديال الفطائر كي يجيوا اكثر من رائعين يعني في وقت قصير كنحضروا فطائر لشرب الشاي او للقهوة نفتح لكم واحدة باتشوفها كيفاش تكون من الداخل بسم الله شوفوا معي كيفاش يكونوا خاويين هذا هو الشكل ديالهم كي يجيوا ما بين السفنج وما بين البنية كي يجيوا مهويين من الداخل فعلا كي استحقوا التجربة نتمنى فعلا انكم تجربوهم وتخليوا لي رأيكم في التعاليق الى عجبتكم الحلقة ديال هاد النهار او الوصفة ديال هاد النهار ديال هاد الفطائر باليوغورت ما تردوش تخليوا لي لايك للتشجيع ولكنتو اول مرة تشوفوا القناة ديالي فضلا وليس امرا فعلوا الجرس بشتو اصلوا بجديد لوصفات ديالي خليتلكم الراحة في امان الله اشتركوا في القناة